اشتركوا في القناة المجد لله في العلاء وعلى الارض السلام وفي الناس المسر المجد لله في العلاء وعلى الارض السلام وفي الناس المسر يا رب افتح شفتيك ويذيع فمي تسبيح مباركة مملكة الاب والابن والروح الكدس المجد لله في العلاء وعلى الارض السلام وفي الناس المسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأجل حكمنا ومساعدهم وجنودهم ولأجل مؤتنتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلو كيري كيري يا أنا يسوك لأجل عتدال لهوية ووفرة علال الارض واجمنا السلامية إلى الرب نطلو كيري يا أنا يسوك لأجل مسافرين في البحر والبر والجو المرضى والمتعبين في البحر والأسرة والأجل خلاص وخطر وخطر وشدة إلى الرب نطلو كيري يا أنا يسوك يا أنا يسوك لأجل حكمنا وارحمنا وعفواتنا يا الله كيري يا أنا لنذكر سيدتنا الكاملة القدس الطهيرة الفيقة البركات المجيدة والدة لله الدائمة البتولية مريم وجميع القدسين والنودع المسيح لله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها سيك كيري يا أيها الإله القدير يا من أعطانا والدته الفائقة القداس مريم أما لنا فنقلها من حياة إلى حياة في هذا العالم إلى مجد السماء نسألك بشفاعتها أن تدرم قلوبنا بنار محبتك لكي نسعى دوما إلى الخيرات السماوية فنصل نحن أيضا إلى مجد القيامة لأنك أنت تقديسنا أيها المسيح لله وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزل وروحك القدس الأن وكل أوان وإلى دهر الداهنين أللوا للرب يا جميع الأرض كما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا أعترف له سبحوا اسمه بشفاعة والدات الإله يا مخلص وخلصنا المجد للأبي والابن والروح القدس فالآن وكل أوان وإلى دهر الداهنين أمين يا كريمة الله لابن الوحيد الذي لا يموت لو قد رضيط من أجل خلاصنا أن تتجاستان من والدات الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتبنا ستبغي أصحب يا ربك وصول الغير والمسيح لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وفي الموت قد رضيط أنت أخذ نوت القدس المبارك أن تخلق ذلك كل حين والروح القدس أمين بارك يا سيدي هذا الدخول المقدس صوفي عرثي ونسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا قلصنا يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله ونحن نحن نوراً للمسيح بقابلتي ونحن نوراً للمسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يضبطها قبر ولا موضو بل بما انها ام الحياة ناقلها الى الحياة من سكنا في مستودعها اشتركوا في القناة 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 في السموات وعلى الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآخر السلام لك أيها المرنة باركي سيدة البخور الحكمة لنقف ونسمع الإنجل المقدم السلام لجميعكم فصل شريف بشرط قدس لوقى الإنجلي البشير المشهولك يا رب المشهولك في ذلك الزمان دخل يسوع قرية فقبلتهم رأة اسمها مرتى في بيتها وكانت لهذه أخت تسمى مريم وكانت جالسة عند قدمي يسوع تسمع كلامه وكانت مرتى مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقال يا رب أما يهمك أن أختي كتركتني أخدم وحدي فقل لها لتساعدني فأجاب يسوع وقال لها مرتى مرتى إنك مهتمة مضطربة في أمور كثيرة وإنما الحاجة إلى واحد أما مريم فقد اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها وفيما هو يتكلم رفعات امرأة من الجمع صوتها وقالت له طوبة للبطن الذي حملك وللثديين الذين رضعتهما فقال بل طوبة للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها حقا والأمان لجميعكم ترجمة نانسي قنقر بسم الله والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين لبالج الله الفعاليات الكريمة إخوتي أخواتي الأحباء نعاد عليكم جميعا هذا العيد المبارك ونحن ننتقل مع السيدة العذراء إلى السماء في عيد انتقالها جسما ونفسا هذا العيد أيها الأحبة يشير إلينا بأن الإنسان باستطاعته أن يكون ممجدا مع الإله القائم من الموت اختار الله مريم لتكون أما له بالتجسد ثم اختارها أن تكون بكربه جسدا ونفسا لذلك تعيد الكنيسة هذا العيد ليس رقادا للعذراء مريم بل انتقالا إلى السماء هذا لا يعني أن قداسة مريم هي من ذاتها كل قداسة تأتي من الكدوس الأول إلى هنا الآب والابن والروح الكدس الثلوث الأقدس كل قداسة الكنيسة إنما تأتي من العلاء نحن أبناء الكنيسة نحن خطأ نحن ضعفاء نحن بشر إذن نحن غير كاملين لكننا بفعل قداسة السيد المسيحي لنا نتحول إلى كنيسة مقدسة يقول البابا بنيديكتوس السادس العشر إننا جماعة الكنيسة خاطئون لكننا مدعون إلى القداسة بفعل تقديسنا بنعمة القائم من الموت يسوع المسيح فلا نتطلع إلى مريم كمصدر قداسة إنما نتطلع إلى المسيح الإله الذي قدس مريم بفعل طاعتها وبفعل تواضعها وكل امرء يتواضع يقول نعم للإله لمخطط أعدى لنا ننفذه نراه نعمة من العلاء لنا لنتطلع إلى غيرنا إلى سوانا نتطلع إلى ما يريد الله مننا وننفذه على أتم ما يرام نتقدس ونصبح قديسين في القداسة شفاعة نحن أبناء الكنيسة الواحدة نصلي من أجل بعضنا البعض أي لنا شفاعة عند الله كل مرة ندعو كل مرة نطلب ونصلي ونقدس ونحتفل بالصلوات والأسرار المقدسة كل مرة نريد ما يريد الله لنا نكون أبناء الشفاعة مريم هي مثال لنا في القداسة مريم هي شفيعة لنا فلنطلب من الله الذي قال لنا بإنجيله اقرعوا يفتح لكم أطلبوا تجدوا صلوا ولا تملوا قال لنا وعلمنا كيف نصلي بصلاة الأبانة طالبين أعطنا خبزنا كفاف يومنا فالطلب مشروع ويجب أن نطلب من الإله ونتشفع ببعضنا البعض ليجيب الله علينا هذا الطلب بحسب رغبة قلبه هو ولا بحسب رغبة قلبنا نح فلنكن مطيعين مثل مريم ليكن لنا بحسب قولك يا رب لتكن مشيئتك أنت يا رب علينا لا مشيئتنا نح فنتدرع إلى إلهنا أن تكون البيعة بسلام أن تكون كنيستنا الأرضية مقدسة بفعل هذه الشفاعة شفاعة القدسين وعلى رأسهم مريم العذراء هذا هو عيد انتقال السيد العذراء إلى السماء أي أن الله عندما يريد أن يكرم قدسيه يكرمهم حتى النهاية جسداً ونفساً وهذا ما تؤمن به الكنيسة لأن أجسادنا أيضاً هي هياكل الروح الكدس ويمكن أن تتمجد ليست فقط هي وسطة للخطيئة إنما هي أيضاً هيكل للروح الكدس فلنكرم أجسادنا يا إخوة فلنبتعد عن الخطايا التي تدنس هذا الجسد لكيما إذا أراد الله أن يكرمنا أن يقدسنا يرانا مستعدين جسداً ونفساً تماماً مثل مريم هذا الكدس له معنى الخاص أيضاً في مدينة لها كيانها الخاص في قلوبنا النبطي النبطي وأرى في هذه الكنيسة جميع المؤمنين من مسيحيين ومسلمين يؤلفون بيعة واحدة تريد أن تقول لله نعم لمشيئتك تريد أن تكون موحدة كما تلت الأيام وبرهنت البراهين حتى في أحلك الظروف في أيام الحرب اللبنانية كانت النبطية مدينة السلام مدينة الوحدة مدينة المحافظة على قرامة الأقليات والأقليات المسيحية بنوع خاص اليوم نعيش فترة السلام نعيش فترة محبة في هذه المدينة فالشكر لله أولاً والشكر لفعلياتها فعليات المدينة مفتيها أولاً الشيخ عبد الحسين صادق الذي أوجه له تحية قلبية وهو أب لنا وأخ وصديق ومرشد لكل فعلياتها البلدية وعضاء البلدية والمخاتير وكل المسؤولين عن الأمن وعن الاجتماع في هذه المدينة كل المؤسسات التربوية راهباتنا الكريمات المدرسة الإنجلية بشخص رئيسها وكل المدارس التربوية التي تعطي لهذه المدينة أجيالاً تتحابب أجيالاً تعرف كيف تعيش مع بعضها البعض شكراً لكهنة الرعية الأب سليم نمور رئيس ديرمار أنتونيوس والأب كامل إلية ومعنا اليوم الأب الأولى دارويش الكاهن الصابك للرعية هؤلاء أيضاً مع مشايخ هذه المدينة كلهم يزرعون المحبة في قلوبنا في أجيالنا فلتكن هذه الأجيال بفعل جهودكم مباركة أود أن أشكر حضرة الرئيس الأول أستاذ أسعى جدعون لحضوره بيننا وكل من سعى لإنجاح هذا اليوم وبخاصة المحسنين الموجودين معنا شكراً لكل الذين أتوا من بعيد ومن قريب لسيما من بيروت شكراً للقوى الأمنية والجيش ووسائل الإعلام لسيما الأم تي في التي تنقل مباشرة وقائع هذا القداس شكراً للجوقة الكريمة ولكل من رفع الصلاة في هذا اليوم على نية المريمات وكل من يسمى باسم مريم ومن يقيم هذا العيد المقدس نهنئكم جميعاً ألا بارك الله حضورنا وبارك مدينتنا النبطي وبارك صلاتنا نتشفع إليك يا مريم أنت عمي السلام ليس فقط ها هنا بل في لبنان بل في العالم أجمع أمين اشتركوا في القناة وفي حتى إذا كنا مصدين بعزتك كل حين نرقى لك المنسي والآب الوزنار في القدر لا نرقى لأوال وإلى هذا النير آمين أيها الماتين شريا أنا وكل عوالي وإلى عبرني آمين أيها الماتينون الشربيم سريا والمرنون بالنشيد المثلث التقديس فنطرعنا كل احتمال لنستقبل ملك الكل اللهم اذكر لي أنا الخاتم وارحمني ارفع أيديكم للمقادس وبارك الرب النشيد المثلث لأني أنا عارفهم بإسمي وخطيئتين في كل حين إليك وحدك خطيئته أمامك الشر لكي تظهر أعدلا في أقوالك والزكية في قضائك ها أنت بالأسلحة بالأبي وبالخطايا حملتك ها أنك احبطت الحق وغشبت لي عن مكوناتك حكمتك وخطيئتك أنضحني بالزوجة بعض سرسلي فأجد أبدا المثلث أسمعني فرشوت الجزام المثللة أسرف وجهك عن خطيئي وانفرزني عن مآسمي قلبا تهنقص فيه الله وروحا مستخيم من جديدك لا تطرحني من أمام ولا تنزأ من روحك رد لي بهجة خلاصك وروحا مستخيم أعلم الأسمة تطرحك والكثرة لكي يرجعون اللهم اذكر لنا الخاطئ ورحمني اذكرنا أيها السيد القديس شكرا 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 رئاستك هنوتك فليذكر رب الله في ملكوت السماو كل حين ألا نوى كل آوان وإلى دهر الدائرين شكرا الكداس الالهي لأجل أبناء هذه المدينة النبطي الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات لسيما نذكر في صلاتنا المكيمين هذا العيد المقدس والمسمين باسم مريم فليباركم الله كل حين لانا وكل ألوان وإلى أدار داهرين تحفو تحفو به طغمات الملايكية على حال غير منظور هليلوهي 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 لنكمل تلبطنا إلى الرب لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلق هليلوهي هليلوهي وشعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكدو الصالح والمخلان وكل ألوان وإلى داهر داهرين أمي السلام لجميعكم ولروحك لنحب بعضنا بعضا لكي نعترف ابنية وحدا حبك يا روحك حبك يا روحك يا روحك ومنشأ وموقع أثانوك الواقد في الجار في الجار المسيح فيما بيننا وغير الموت فاصل المسيح فيما بيننا بحكمة فالمصري ومنوا بإله واحد المسيح المسيح فيما بيننا من واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حكم إلى حب مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء المسيح فيما بيننا والمسيح فيما بيننا والمسيح فيما بيننا نزل من السماء ومن مريم العذراء وتأنت والصلبى عنه من رسول وتأنت وجلس وبكنيسة واحدة واعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا لنقف حسناً لنقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام فبيحة تسريح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح الكدس فلتكن مع جميعكم ومحبة الله نرفع قلوبنا إلى العلام ها هي عين نرى لنشكر النرى واجب وأنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ومازلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي نجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد روحك الكدوس كما نشكر لك كل من لنا من إحسناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيربيم والصرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلي قدوس 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 ربو صباح اشياك قدوس 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 وفي الليلة التي اسلم فيها او بالحري اسلم ذاته لاجل حياة العالم اخذ خبزا بيديه المقدستين الطابرتين التي لاعب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وعطى تلميذه الرسل القدسين قائلا خذوا فاكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لاجلكم لمغفرة الخطايا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا الصلب والقبر والقيام والصالح 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 ما لك مما هو لك نقرب لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك اللي تركح إياك اللي تركح لك نشكر إياك اللي تركح نخرج ونفتح لك نشكر لك نشكر لك نشكر يا رب وإليك نعطل يا إله يا إله يا إله فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة وأجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم أحول نياهما بروحك القدوس أمين أمين لكي يكون المتناولين منهما لعفاف النفس وفران الخطايا لشركة روح القدوس لكمال ملكون السماوات للدلد لا القضاء علينا والدين نذكره خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة والأسلاء الدائم البتولية مريم نحن جميع الأجيال نغبطك يا من هي وحدها والدات الإله هيا توها العذراء الطاهرة إن أنا وميس طبيعة نقيدت فيك لأن الولادة لم تثلم فيك البتولية والموت صارة لكي عربونا للحياة فيا والدة الإله يا من هي بعد الولادات باتول وبعد الموت حيا خلصي مراثك دائما أذكر يا رب أولا أبانا فرانسيس بابا روما التباوي بطريار كان يوسف المغبوط وجميع البطارك والأساق فلسيما أخانا نبيل شكرا للموكر وأنم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلامنا صحة مكرمين معافين مدد ليا مفصلين بإحكام كلمة حقك أذكر يا رب أولا أبانا ورئيس كهنتنا إليب شعر الموقر وأنم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيحا مكرما معافا مدد ليا مفاصلا بإحكام كلمة حقك أذكر يا رب أولا خدسهم في خدمتهم وخد سميع المؤمنين وعادها نمجدى ونسبح بك من واحد وقال من واحد اسمك الجدير بكل كرام والعظم الجدال أيها الله وليه روح الكدس لنا وكل وان وإلى ذهر الزاكرين والتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك ومع روحك وموذبة الروح القدس المخصوص كريا لا يصور أن يكون نهرنا كله كاملا مقدسا سلاميا مبلغ خطيئة ربنا سال استعجب يا رب ملأ التبليمان وشركة الروح القدس والنودع المسيح للأزوات نومات بعد حياتنا تتعال استعجب يا رب أن تكون وخر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزين وأن نؤدي جوابا حسنا لغا منظر المسيح الرهيب ربنا سال استعجب يا رب نسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس والنودع المسيح للأزواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب لأن نشترى بدالة وبلدينونا على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبا أن الذي في السماوي يتقدس اسمك يأتي ملكتك تكون كما في السماوي يتقدس اسمك يأتي ملكتك تكون يا دار الدهرين أمين السلام لجميعكم ولي روحك فلنحن روحنا نرى تظهر الله يا رب بنامت ابنك الوحيد ورى فاطح ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدس الصالح والمحي لانا وكل آوان وإلى دار الدهرين اللهم اغفر لي عن الخاطئ ورحمني اللهم اغفر لي عن الخاطئ ورحمني فالصدين اللهم اغفر لي عن الخاطئ ورحمني لذلك الدهرين فالدوش الله لجزة ويقسم الله لجزة ويقسم الله بل يقدسه اللهم اغفر لي عن الخاطئ يا رب أسرارك الطاهرة وغفرانه سعى المسيح أمين آمين مبارك الآن باسم الرب الرب هو الله وقد ظهر آلنا آمين اقبلني اليوم شريكا في عشائك لقول سرك لعدائك ولا ولا أقبلك قبلة غاشة نظيرا يا نظر وثا لكني كاللص أعترف لك هاتفان أذكرني يا راب أذكرني يا مخلصي أذكرني يا يا قدس متى تيتا في ملكوتك آمين فيجب علينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا من أجل الإخوة نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة بهاده ودع ربنا المحبة أن المسيح بذل نفسه لأجلنا فيجب علينا نحن أيضا أن نبدل نفوسنا من أجل الإخوة من أحب أخاه فهو ثابت في النور بهذا يقوم كمال المحبة فينا بأن يكون لنا ملو ثقة في يوم الدين لأننا نحب الإخوة بهذا قد عرفنا المحبة أن المسيح بذل نفسه لأجلنا فيجب علينا نحن أيضا أن نبدل نفوسنا من أجل الإخوة أذكرني يا رم نحن أيضا أذكرني متى أتيت في ملكوتك خلص لهم أشعبك وبارك ميرثا في ولادتك حافظت المطولية وفي ركارك أدركت العالم يا والدة تليلا فإنك تطاق إلى الحياة بنا أبسو زفعة تقول لي يا أم الله يا أم الله يبدو أطمان وفي شفاعتك تنقذين من الموت نفوسنا تبارك إلى هنا كل حين أنا وكل آوان وإلى دار الدهرين آمين أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح إليه مقدسة طاهرة الخالدة السماوية محنة إبال أشكر الرب شكرا لإبال يا رب الحام أشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسي أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة قومت ركنا ثبتنا جميع في مخافتك صن حياتنا وضت خطواتنا بصلوات تدرعات ولئة الله المجيد مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك لأنك أنت تقديسنا وليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح الكدس لأنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين بسم الله يا رب الرحيم يا رب الرحيم يا رب الرحيم وإلى دهر الداهرين كسيرة بسم الله يغارك بسم الله اللهم أسمى وإنسان ground يا رب ارحام بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين لأنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين المجد لك أيها المسيح لله رجاءنا المجد لك لأرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة المنتقلة إلى الجسد بالجسد والنفس إلى السلام لأيك نطلب عيوها راب الله أن توفق صاحب السيادة رعي الأبرشية الفائق الاحترام والجزير الوقار متراننا متراننا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تشفعي فينا يا زراء وضحنني على موتانا وإن كان اسمك بعيدا المترجم للقناة وضحنني على موتانا 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 شكراً سيدنا شكراً أبونا الرئيس شكراً أبونا شكراً لحضرين كلكم صور صور أعماركم خليلنا إياكم مدعو عليكم جميع مدعوين على الصالون حلان شفل مدعوين على نقول لبعضنا كل عامهم طيبين ونقفيني مش هكاً سيد جزيف صور أعماركم خليلنا إياكم سيدنا بيعتذر من الكل عنده قديس تاني بعد الله أعطيك العافي سيدنا ويقويك شكراً للنبطية شكراً لكنيستنا بطيلة لجلسة الوقف لكل المهتمين الله خليكم نطول أعماركم حبك يا مريم غيات المونى يا أم المعظم كوني أمنا شكراً لكم شكراً لكم